الطورة هي التعليم والشرائع السماوية التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام في جبل التور في سيناء لبني إسرائيل وقد انقطع ذكر الطورة وخبرها فلا يذكر يهود الطورة التي كتبها موسى عليه السلام ولا ما كتبه يشو على حجارة المسبح وإنما ذكر التابوت الذي وضع موسى عليه السلام فيه الطورة وأن هذا التابوت استولى عليه الأعداء في زمن نبي سامويل في ذكرهم ثم أعيد لهم بعد سبعة أشهر فحفظوه في قرية يسمونها يعاريم وبقى هناك فيما ذكروا عشرين عاما إلى أن جاء داود عليه السلام فحفظه في خيمة في أرشاليم ثم نقله سليمان عليه السلام إلى الهيكل الذي بناه وجعله في قدس الأجدس فيما يقولون وكانوا يستقبلونه في الصلاة وقد ذكروا أن سليمان عليه السلام حين فتح التابوت لم يكن فيه سوى لوحي الحجر الذين وضعهما موسى عليه السلام فأين ذهبت نسخة الطورة التي نسخها موسى عليه السلام ووضعها في التابوت؟ هذا ما لا يجد اليهود ولا النصارى جوابا له وبعد سليمان عليه السلام انقسمت دولة بني إسرائيل إلى قسمين دولة إسرائيل في الشمال وهي تحت حكم إربعام ابن باط وعاصمتها نابلس ودولة يهوزة في الجنوب وهي تحت حكم رحب عام ابن سليمان وعاصمتها أرشاليم وذكر اليهود حادثة في زمن رحب عام دلالتها أن رحب عام ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل وانجرافهم وانحرافهم عن الدين وهاجمهم فرعون مصر في ذلك الزمان في السنة الخامسة من حكم رحب عام ابن سليمان وسعد شيشانق ملك مصر إلى أرشاليم وأخذ جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراص الزهب التي عملها سليمان عليه السلام وهذا يدل على أن اليهود فقدوا التوراة في هذه الحادثة حيث لم يشر إليها مرة أخرى في كتبهم كما أن التابت ينتهي خبره بعد هذه الحادثة إلى يومنا هذا وأما حقيقة التوراة الموجودة الآن فوجودها ظهر عندما هاجم ملك بابل نبو خزان النصر مدينة أرشاليم وقام بسبب سكانها وإنهاء حكم سلالة داود وهنا بدأوا حكاء حاخامات اليهود في توصيق ما يتذكرونه من تاريخهم وتاريخ بني إسرائيل في الأصفار الخمسة الأولى وهي صفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسنيئة وكانوا يحملون أفكار مختلفة ومتنوعة ونصبت بعد ذلك إلى أنها كلمات موسى عليه السلام